موسيقى النشار الرياضية من الميادين اهلا بكم بعد تأهولي الى كأس العالم الرئيس حسن الروحاني استقبل اعضاء منتخب كرة القدم اللاعبون والجهاز الفني زاروا الرئيس الايراني عقب حجز بطاقة العبور الى مونزل روسيا الصيف المقبل ايران ضمنت مشاركتها في العرس الكروي عقب الفوز على وزباكستان بهدفين وذلك قبل جولتين من نهاية تصفية قارة اسيا يذكران هذه المشاركة ستكون الخامسة في تاريخ الجمهورية الاسلامية والثانية واليا هل يتلاشى حلم المغرب بتنظيم كأس العالم بعد محاولات عديدة باءت بالفشل مونديالو الفين وستة وعشرين بات يبتعد عن المملكة العربية لأسباب اقتصادية وجوهرها سياسي ازاء الغليان السياسي في الخليج مونديالو قطر في خطر العرب انتظروا ان ينظم المونديال مدة اثنتين وتسعين سنة وهذا الانتظار قد يتمدد اذا ما سحب شرف التنظيم من الامارة العنابية حلوب المغرب باحتضان كأس العالم ايضا قد يتبخر او على اقل تقدير سيكون انتظار عام الفين وثمانية وثلاثين سيد الموقف رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع اكد استعداد بلاده لاستضافة البطولة الاهم مطالبا الفيفا بتطبيق كل المعايير لضمان تساوي الحضوض بين الملفات واشار الى ان دور قارة افريقيا حق المشروع وان المملكة عزمة على الضفر بتنظيم المونديال فضلا عن تحضير ملف ترشيح متكامل لكن تقارير اخرى اقرت بتقلص حضوظ المغرب بتنظيم البطولة في الدورات الثلاث التي تلي مونديال قطر وعزت الاسباب الى استبعاد الاتحاد الدولي القارة الاوروبية عن السباق وبالتالي الى فشل فكرة التقدم بملف مشترك مع اسبانيا والبرتغال وان مونديال الفين وستة وعشرين سيذهب الى امريكا الشمالية بعد تقديم ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتسربت معلومات عن منح نسخة 2030 الى انجلترا حيث طلب رئيس اليوفا اليكساندر تشيفرين من الدول الاوروبية عدم مزاحمة الملف الانجليزي فيما لن يخرج المونديال التالي عن دورة القارة الاسيوية وبتحديد الصين التي تستند الى قوة اقتصادية وحجم استثمارات هائلة فضلا عن تطبيق مبدأ المدورة بين القارات ويبقى على الدولة المغربية تكثيف جهودها الدبلوماسية والاقتصادية لتقديم ملف اقوى من غيره ولسيما ان الملف المشترك قد يكون ضربا من الخيال في ظل العلاقات السياسية المتوترة مع الجزائر من جهة والبعاد الجغرافي مع اقرب الحلفاء الافارقة مثل ساحل العاج من ناحية اخرى في المقابل يرتكز الفيفا على عروض النقل التلفزيوني بغية الحصول على اكبر عائدات مالية لجمهورية كرة القدم بعد الخسارة المفاجئة امام قطر في تصفية اسيا المونديالية قال الاتحاد الكوري لكرة القدم المدرب الألماني أولي شيليكي بعدما اشرف على منتخبها الوطني ثلاث سنوات كوريا خسرت امام قطر للمرة الاولى منذ 32 عاما وهي الخسارة الثالثة في التصفيات ما دفع الاتحاد المحلي إلى اقالة المدرب من اجل احداث صدمة ايجابية في المنتخب على ان يخلف شيليكي مدرب محلي بدوره استقال رئيس اللجنة الفنية في المنتخب الكوري يونج سوليبي سبب مواصفه بالنتيجة الكارثية أمام قطر روما الايطالي يقدم مدربه الجديد اوتزيبيو دي فرانشيسكو إلى وسائل الاعلام بعد التعاقد معه خلفا للوتشانو ساباليتي المنتقل إلى انتر ميلانو المدرب السابق لساسولو عاد إلى بيته القديم حيث سبق له انتوج بلقب الدوري الايطالي كلاعب مع الذئاب عام 2001 دي فرانشيسكو يطمح إلى تكرار إنجاز بداية الألفية والتتويج مجددا بلقب الكالتشو إضافة إلى التأهل إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا مستقبل زيندين زيدان سيكون مع منتخب فرنسا بحسب توقعات رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم نويل لوغرات لوغرات تغنى بنتائج زيدان مع ريا المدريد مشيرا إلى أن طريقه مع بطل إسبانيا لا يزال طويلا لكنه في نهاية المطاف سيتسلم المهمة الوطنية رئيس الاتحاد كشف أنه نصح زيدان بأن يشق مسيرته تدريبية مع بوغدو أو مع فريق أقل تواضعا لكنه فضل الانطلاق مع الملكي أغلى صفقة انتقال في تاريق نادي ليون شاءت أن تظهر في موسم الانتقالات الصيفية بعد توقيع كورتان توليسو عقدا مع باير ميونيخ لعب وسط ليون انتقل إلى بطل ألمانيا مقابل 41 مليون ونصف المليون يورو ليحطم الرقم القياسي في انتقالات النادي الفرنسي والمسجل باسم مايكل إسيان بـ 38 مليون توليسو سيمضي الأعوام الخمسة المقبلة مع الفريق البهاري بعدما أنهى موسمه في الدوري الفرنسي بـ 14 هدفا و 6 تمريرات حاسمة والآن ننتقل وإياكم مع جولة الصحف ومايك شالهوب شكرا وأهلا بكم في جولة على أبرز عنوين الصحافة الدولية التي نبدوها من فرنسا مع اليومية الكيب التي تساءلت في عنوانها أثمان دونبلي وكليون بابي ألا يذكرانكم بتاري أوري ودافيد ريزيجي الثنائي شارك في المباراة الودية الأخيرة أمام إنجلترا وقد عاد الكاتب بالذاكرة إلى حقبة تاري أوري نسبة للتشابه في الأداء اليومية صلتت الدوء على شاب كليون بابي ووصفته باللاعب المتكامل تماما مثل تاري أوري من فرنسا ننتقل إلى الأقلام الإسبانية وتحديدا مع ماركة المدريدية فقد أشارت في مقالتها إلى تهمة التهرب الضاربي لكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أكد أن هذه التهمة لن تثنيه عن المواظبة كالمعتاد في الحصص التدريبية وهو يركز حاليا على الاستحقاق الوطني مع المنتخب رونالدو وضع التهمة جانبا طيلة هذا الأسبوع واهتم بنشاط خيري للأطفال إلى جانب التزامه مع منتخب البرتغال دائما مع صحف الإسبانية وننتقل إلى مواطناتها سبورت فقد أبرزت كلام بابي جوارديولا عندما أشك بأمر ما دائما أتذكر ما كان يفعله يوهان كرويف مدرب مانشستر سيتي أكد أن الأسطورة الهولندي يعد مرجعا في مسيرته الاحترافية حيث كان يدخل الملعب بجرأة عالية ولا يخشى شيئا جوارديولا وصف الراحل كرويف بالمنهم نهاية الجولة ستكون من أمريكا الجنوبية وتحديدا مع التيمبول الكولومبي فقد عنوانت خمس يحافظ على الركم عشر في التصميم الجديد لقميسي ريال مدريد الكاتب وصف هذه الخطوة بالتجارية رغم المعلومات حول رحيل اللاعب الكولومبي هذا الصيف إلا أنه لا يزال أساسيا في التصويق لمنتجات النادي مع هذا الخبر من كولومبيا نأتي إلى اختام الجولة الصحفية والآن عود إلى متابعة النشر شكرا لك مايك إذن خميس ريال مدريد الجديد بات على وجهة المحال التجارية بعد الكشف عن التصميم للموسم المقبل لاعب الملكي ناتشو كشف عن قميصين الأول باللون الأبيض والأزرق والثاني وهو الرديف سيحمل اللونين الأسود والأخضر وقد كتب في الجزء السفلي تاريخ تأسيس النادي ناتشو أشرف على مباراة المصغرة داخل متجر النادي حيث ارتدى اللاعبون التصميم الجديد المستبعة والعشرين عاما أكد أنه لا يزال يعيش فرحة عارمة بعد تتويج بدوري أبطال أوروبا ولا الليقة الإسبانية نادي برشلونة ورئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي في القفص الاتهامي تهم بالفساد قد تؤدي إلى تأليف لجن مختصة لمراقبة العمل الكروي والسياسي شكل المعارضون في نادي برشلونة كتلة قوية في وجه الإدارة الحالية بعدما وصفوا هذا الموسم بالكارثي على الصعيد الفني والإداري ليظهر الإخفاق بالنتائج المتواضعة المتمثلة بالتتويج بكأس الملك فقط مقابل نيزانية بلغت 695 مليون يورو قسم لا يستهان به في الجمعية العمومية أنشأ موقعاً إلكترونياً بعنوان التصويت للمراقبة باللغتين الإسبانية والكتلانية وفيه دعو إلى التصويت على عريضة مفادها تشكيل لجنة لمراقبة عمل الإدارة والحد من الفسد البنت الخامس من قانون النادي وتحديداً في فقرته الخامسة والخمسين يجيز إنشاء لجنة تراقب العمل الإدارية في حال يوقع على العريضة 16500 عضو في الجمعية العمومية أي ما يوازي 15% أجوستي بنيديتو المرشح لرئاسة برشلونة عام 2015 رسم هذا المخطط منطلقاً من نتائج الفريق وصفقات اللاعبين المشبوهة أرشيف النادي العريق يشير إلى محاولتين فاشلتين من هذا النوع في الأعوام العشرين الماضية الأولى حصدت 6000 صوت والثانية 9500 صوت وكانت تحت قيادة المعارض الشارس خوان لابورتا بنيديتو اعترف لصحيفة أس أن أعمال الفساد منتشرة في أرجاء النادي منذ عهد ساندرو روسيل الموقوف وما زاد الأمر سوءاً هو التعاون مع أحد الشركات القطرية لترعى الفريق المرشح السابق تساءل لماذا تم التعاون مع الراعي القطري في ظل علامات الاستفهام حول استضافة قطر لموديال 2022 والثاني التزامن مع تشكيل لجنة لمراقبة حكومة مريانو رخوي المتهم بالفساد العلني فهل هذه صدفة؟ أكثر من صدفة تظهر في هذه القضية أولاً اختيار التوقيت مع الأزمة الخليجية والثاني التزامن مع تشكيل لجنة لمراقبة حكومة مريانو رخوي المتهم بالفساد العلني فهل هذه صدفة؟ نجم كرة السلة الأمريكية السابق دينيس رودمان يهدي وزير الرياضة الكورية الشمالي كين إيل جوك نسخة من كتاب فن الصفق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رودمان استغل زيارته إلى كوريا من أجل تقريب وجهة النظر بين البلدين ولسيما أن علاقة صداقة تربطه بالرئيس كين جونج أون وشملت زيارته الرياضيين الفائزين بالميداليات في البطولات الدولية حيث تحدث معهم وامتدحهم على إنجازاته مواقف دونالد ترامب المثيرة للجدل دفعت نجم جولدن ستايت ووريورز ستيفن كاري إلى رفض فكرة الذهاب إلى البيت الأبيض من أجل تقديم كأس البطولة إلى الرئيس الأمريكي كما جرت العادة في بلاد العمسة كاري أكد أنه لن يرافق عضاء فريقي جولدن ستايت إذا قرروا الذهاب النجم الأمريكي توقع أن تتم مناقشة هذه المسألة مع جميع اللاعبين والجهاز الفني من أجل الوصول إلى قرار يرضي الجميع وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة من الرياضية المفصلة لمزيد من أخبارنا الميادين دوت نات شكرا لكم على حسن المتابعة تحية رياضية في أمان الله اشتركوا في القناة